عاد إلى الوطن فريق البحث والإنقاذ الإماراتية المشارك في عملية الفارس الشهم 2 في الجمهورية العربية السورية الشقيقة بعد مساهمته مع عدد من الفرق الدولية في عمليات البحث والإنقاذ من كارثة الزلزال التي حلت بعدد من المدن والقرى السورية وقال المقدم حمد الكعبي قائد الفريق إن الفريقة بذل جهود استثنائية للبحث عن ناجين خلال الأيام الأولى للكارثة مستعينا بأحدث الأجهزة والمعدات في مجال البحث والإنقاذ وأوضح الكعبي أن فريق البحث والإنقاذ الإماراتي حاصل على الاعتماد الدولي للمستوى الثقيل من الهيئة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ في الأمم المتحدة ومرخص للقيام بعمليات البحث والإنقاذ إقليميا ودوليا حيث شارك الفريق باستمرار في مهام البحث والإنقاذ دوليا منها مشاركات دولية متميزة موسيقى موسيقى